السلام عليكم ورحمة الله وماتلاحوال شركوا محبابنا جاسباركم بيان راكم نشوفوا في الصورة راشيد نكاز راشيد نكاز داروا فيديو مليحة عجبتني هدار على الحل بطريقة ذاكية باكين جروند صاجيس كما يقولوا بالفرنسية بالتعاقل هدار على الحل في الجزيرة وهو التسامح بين الشعب بين جيج بين نظام لاننا جزائريين لاننا جزائريين انا عجبتني الفيديو هذي وانا الشي هذا اللي اهدر عليها نكاز وجماعة دركي لفاقت لفطنة باللي العدو تاعنا هو فرنسا فرنسا هيدين مدار المشاكل في الجزيرة من بكري فرنسا هيدين موغى للمسؤولين نتوغى للمسؤولين ابناء المسؤولين نساة تاع المسؤولين في مشاكل باش تحكم عليها مدواسة باش المسؤولين يقعدوا كالخاتم في صباحهم هذي كما يقولوا ناس تاع بكري واحد كي يتشيطان يقولوا بركة ما تشيطان كما اليهود ولا بركة ما تدر الأعمال كما هذا العمال تاع اليهود هذا ويقولك برس كي يهود خوباثة وفرنسا معمرين بالليهود في المسؤولين تاعهم وهذي العمال تاعهم كستايت يتوغلوا وباش يخربوا ولاد المسؤولين ويخربوا هكذا باش يحكموا الدواسة على المسؤولين والمسؤولين المساكن لا غالب يقودوا تابعين لهم كالخاتم في صباحهم سينا يقولوا لهم كم تتبعونيش ان نبلغوا وننفرشوا الدواسة تاعكم اكسترا 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 إذن احنا يا الحل تعنا بين تسامح ونقولوا لفرنسا ايج بدي دواسة ديري واش حبيتي ماناش مستعرفين بك احنا رأنا جزائريين ونساح مخوفي بعض عثنا إذن احنا يا الجزائريين هو تسامح وانا الشي هذا اهدرت عليه بكري هذا الحراكة تشوفه 30 عام مارس 2019 غير كي بدأ انا خرجت الناس خارجين يسابوا في الجيش يسابوا في النظام اكسترا انا نساب في فرنسا على بالي المشكلة وراه هو فرنسا هذا والدليل انا بكري فيهيق لها وزيت اهدرت مع المغاربية هنا يا وهنا وهنا الحل لي خرج الجزائر من الازمة الحالية الوئام المدني والمصالحة الوطنية ما نصالحه بين الجيش والشعب والنظام يتصالح في بعضاتهم باش نبنوا جزائر جديدة باش نخرجوا من الازمة هذي ما نبقاش ندوره ظل الحراكة وخرج يخدخل وخرج يخدخل ما كان حتى فايدة والمشكلة الكبيرة هي فرنسا فرنسا هذه هي السوسة حالة احنا كنسالحوا ونفهموا ببعضاتنا ونصالحوا والحال كما يقول يقولك الرجوع للماضي لتسليح الاخطاء علينا نقول الكلمة هذي الرجوع الماضي لتسليح الاخطاء لازم نرجعه للماضي نسكل الفيس الففاس الجيش النظام الشعب لاننا مشتركين كما نقوله احنا مشتركين في الجزائر وني كومبليس لاننا مشتركين الرجوع للماضي لتسليح الاخطاء لازم الفيس يذكر الاخطاء انا مش لاحظ في الفيديو لاحظ باللي الناس يهدروا غير على الإيجابيات ونقول الفيس انا نقول الفيس اذكر الاخطاء اعطينا الاخطاء باش نصلحوها ونقول الجيش تعاني عمد لنا الاخطاء تصحوها والنظام والشعب كذلك لاننا نقع مخطئين وفي التسعينات باش واحد يقول لي مخابرة إرهابية وغالب في حسابه مخابرة إرهابية ما هيش إرهابية ديارة ستعاني نظيفها ومليحة والجيش تعاني مليحة ديارة دارت خدمتها الواجب ضمنة الاستقرار الوطني هذا كل اللي رعنا عايشينه بالجزائر هو الاستقرار سينورا نوى أفغانستان وهذه كالكسيون واصراف دياراس والاقتيلات هذه انفلتراسيون هذه حرب كنا في حرب إذن نازم صحوا الأخطاء تعنا إذن الرجوع الماضي وذهاب إلى المستقبل ليبينا الجزائر باش نقدروا نذهبوا إلى المستقبل نبنوا الجزائر نازم نديروه ويقام تصالح ونصحوا الأخطاء على الصح ليبيناتنا ونسامحوا باش نبنوا مستقبل فرنسا ما يكون عندها ولو فرنسا ما تدير ولو ما يجيب دواسة وليدة المسؤولين ومسؤولين ومتصالحين في بعضها ما تدير ولو فرنسا هذا هو الحل تعنا هو التسامح والتصالح في بعضها ما نشعلوش النار وما نكونوش أغبياء الحل تعنا بسيط هو الوئام التسامح هذه هي لازم نرجعوا الماضي ونصحوا الأخطاء مام الفيس لازم يذكر الأخطاء التاعه عنده أخطاء كبيرة بزاف لازم يذكرها لأن الفيس مشكلة تاعه ماذكرش الأخطاء تاعه كل يوم يقول بله هو صحيح هو الإيجابي مام جمعه تراشاد مام جمعه هذوك لازم قاعد يقوله الأخطاء التاحه باش نبنوا الجزائر مام جمعه أغبياء يلعبوا بنا كما يحبوا هذه جمعة العزيج هذو تعليهود تاع فرنسا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله